أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الثالثة في سلسلة حلقات لندوة حوارية نسجلها في العاصمة الأردنية عمان حول الإصلاح في الأردن في أجواء الربيع العربي على مدى ساعتين سبقة حلقتين ماضيتين تكلمنا عن انطلاق هذا الحراك الخلفيات وتكلمنا عن مطالب الإصلاح كيف بدأت وكيف تدرجت وما يجمع عليه الناس في الأردن من مطالب ونرغب في هذه الحلقة أن نركز كلامنا حول التحديات والمعيقات التي تواجه هذا الحراك كلام كثير يقال ليس الأردن بدعا في ذلك سمعنا كلاما مشابها من قبل في تونس في الحالة التونسية في الحالة المصرية في الحالة الليبية نسمعه ما نزال في الحالة السورية النظام والإعلام المطبل للنظام دائما يتهم المطالبين بالإصلاح بشتى أنواع التهم هذه أيضا يمكن أن تعتبر من العوائق طبعا أنتم في محيطكم الأردني أدرى بها سنستأنف الاستلام المداخلات من حيث توقفنا في الحلقة الماضية ولكني أرجو رجاء حارا حتى نتمكن من أخذ أكبر عدد ممكن من المداخلات ألا تتجاوز المداخل الواحدة دقيقتين إلى دقيقتين ونصف وكما قلت لكم سابقا يمكن للمرء أن يعبر عن أعظم فكرة بأقل عدد ممكن من الكلمات لو حاول من لدينا في القائمة؟ كلمة الآن للدكتور حمد الهروض دكتور حمد ماكروفون لو سمحتوا تعريف ما أبدأ حمد الهروض تجمع أبناء قبيلة بني حميدة للإصلاح أول شيء أكرر شكلي لقناة الحوار التي تحت الفرصة للتحدث عن الإصلاح وأنا بالصراحة أحب أحكي عن تجربة أبناء قبيلة بني حميدة بالإصلاح كيف تكونت وعلى أي أساس هذا التجمع تشكل في بدايات 2011 حيث تنادى مجموعة من الشباب لتدارس الأمور سواء كانت داخلية أو خارجية لأن الأوضاع الخارجية كانت تتغير بسرعة وتتسارع الأحداث كذلك ما نشهده من تراجع في أداء الداخلي على مستوى الحكومات أو على الهدر في المال العام واستشراء الفساد وبيع مقدرات البلد ووجود مجالس نيابية غير ملبية لطموحات الشعب وقد كانت حكومات متعاقبة تعمل على تزوير إرادة الشعب من خلال إما إصدار قانون سواء بتدخل مباشر أو غير مباشر كل هذه الظروف والمعطيات أدت إلى تشكل هذا التجمع والذي نعتبره من خلال منطقتنا بأنه رائد بالفكر الإصلاحي من خلال أنه قدر على أن يمسك الشعلة ويبدأ في مسيرة الإصلاح طبعا بالتشارك مع أخواننا في جميع الحراكات على مستوى الوطن حتى مع العلم أنه كانت انطلاقته عبارة عن مطالب معيشية تنموية لأنه تعود المجتمع في تلك المنطقة على أنه يستقبل وعود ولكن هذه الوعود ما كانت لتنفذ سواء بإنشاء جامعات أو مصانع أو مدن صناعية مطالب معيشية بحتة وكانت هذه في بداية الهم اللي حاول الشباب أن يعبروا عنه إلا أنه مع استمرار الوقت وأنه هذه الوعود لا تنفذ ورغم أننا قريبين من المنطقة إلا أنه البنية التحتية للتنمية ما كانت تنشأ ولا تسمح أن تمشي في المنطقة فشعرنا بحالة من التهميش وعدم الاهتمام سواء كمستوى أفراد على مستوى الفردي أو على مستوى المنطقة وأن عوائد التنمية لا تصل إلينا كباقي المناطق عندها تداركنا الموضوع وقلنا لابد أن نبدأ بعملية إصلاحية رغم أنه اسمنا ينطلق من اسم عشيرة إلا أننا لسنا قبليين بالمعنى الضيق أو عشائريين بالمعنى الضيق ولكن إحنا وطنيين بطروحاتنا وأفكارنا وتطلعاتنا وأنه الأردن كانت رؤيتنا الواضحة أنه إذا كان الأردن بخير فنحن بخير كذلك الأمر إحنا اطلعنا على واقع العشائر المحيطة فينا قلنا ليكون وضعهم يجوز أحسن من وضعنا ولكن وجدنا أن كلنا بالهم سواء لا في تنمية لا في اقتصاد بفزجي بل مقدرات البلد موجودة لخدمة مجموعة محدودة هم يمارسوا عليها كافة نشاطاتهم لهم الحرية في التصرف فيها حتى وصل الأمر فيهم أن يورثوها لأبنائهم وباقي نسلهم وكأننا يعني مع احترامي للموجودين كأننا نحن نعيش في مزارعهم كعبيد والنظرية هاي التغت في الزمان في عصر الحريات والديمقرات ممكن تخبرنا كحراك بني حميدة ما هي أهم المعويقات التي تواجهكم في هذا الحراك؟ يا سيد احنا لا نختلف عن باقي الحركات احنا نعتبر أنه هم المعيقات أول شيء احنا موجودين ضمن هجمة إعلامية كبيرة يمارسها النظام ضد هذه الحركات منها تشويه صورتها التلاعب بأفكارها محاولة ضرب فئات الشعب ببعضه حتى موصل الاختلاف بين العائلة نفسها العائلة موحدة أصبحت الآن مفرقة حول الإصلاح وما شابه بدين حاولوا تقسيم المجتمع إلى فلسطيني أردني يعني أنا إذا بدأت لحركاتي خوف الفلسطيني من أنه هذو أردنيين وانت بلاش تتعرض للتهديد أو للابتزاز يبتزوا بالرقم الوطني أو سحب جنسيته أو ما هو لذلك وإذا بدوا ينهض الشارع الفلسطيني إحنا نقول إحنا صحاب بلد كشرق أردنيين وإنه هذول ما لازم نمكنهم من أنهم يأخذوا السلطة ومارسوا علينا قراراتهم بحيث نصبح بالتالي وطن بديل ونصير إحنا أقلية في مجتمعنا الأردني اللي إحنا نطالب فيه بعدين إنه كانوا دائما يتهموا الحركات الإصلاحية المتنورة اللي تملكوا الكلمة في سبيل تنوير للناس إنه لابد من إجراء عملية إصلاح كان يتهمون بالعمالة الخارجية وإنه إحنا لنا ارتباطات وإنه إحنا مسيرين من قبل أنظمة خارجية ونتلقى الدعم وما إلى ذلك مما يدعونا إلى الاستمرار في حراكنا كذلك الأمر يعني ما اقتصر بس على الداخل يعني وين ما فيه زاوية ممكن نتحرك فيها كان يلاقينا تخويف من جهة ما سواء كانت يعني تيارات سياسية محلية مثل الإخوان المسلمين واللي أغلبيتهم فلسطينية ومش عارف إيش من أصل فلسطيني مع العلم أنه الخطاب الإعلامي عمره ما كان في الأردن إلا من شتى المنابت والأصول ولكن في هذه الفترة نجد أنه هناك في يعزف على الربابة أنه هذا فلسطيني وهذا شرق أردني عشائري أواد إحنا ممكن نكتفي بهذا القدر تفضل إسه إذا حاببا استحكي يعني شو اللي نطمح له وشو اللي بننا إياه يعني ك إحنا هذا سنتركه للمحور القادم تفضل إسه لأنه حتى نعطي لأنه نريد أن نركز قدر الإمكان كما ذكرت لكم على منتهى إليه الأخ من المعوقات والصعوبات والتحديات من لدينا الكلمة الآن للأستاذ ثابت عساف بسم الله الرحمن الرحيم ثابت عساف ناشط الحراك الشبابي والشعبي الأردني وحراك الكرك بالخصوص الشكر حقيقة موصول للقائمين على هذه الندوة ولقناة الحوار الكرام يعني بشكل سريع حتى يعني ننطلق من التاريخ ونعود للواقع والمأمول والمطلوب من الحراكات ورؤية الحراكات في الإصلاح ورؤيتنا للمرحلة القادمة بشكل سريع الشعب الأردني شعب مثقف بالأساس وشعب يعني مسيس بالأساس أيضاً وهذا الشيء واضح من الحراكات اللي كانت موجودة قبل الربيع العربي واللي اتطرق إليها بعض الزملاء في هذا الإطار كان يعني الأردن مهيئ للإنخراط سريعاً في الثورات العربية اللي قامت وفي الحراك العربي والبوادر وإرهاصات كما ذكر يعني كانت من قبل ولعل أكثر ذلك وضوحاً وجلاءاً اللي هو رؤية الحركة الإسلامية اللي أعلنت عنها في 2005 للإصلاح وهي رؤية متكاملة وأيضاً بداية تحرك العملي الميداني ومنه مقاطعة الانتخابات اللي تمت في 2010 ممكن نتجاوز نتجاوز التاريخ ونعود خليني أوجيه لك سؤال محدد أنت من الفئة الشبابية الآن أنتم كفئة شبابية كيف ترون المعوقات والتحديات نعم رح أتطرق لهذه النقطة لكن بشكل سريع جداً النظام في الأردن ممكن هذا كإجابة على سؤالك النظام في الأردن يعتمد على عدد كبير من الفزاعات اللي يخوف فيها الشارع ولعل هذا أكبر تحدي الآن يواجه الحراكات وأتوقع أنه التحدي الآن ما بين الحراك وما بين النظام هو على تصحيح هذه المفاهيم وتعزيزها ولعل أكثر ذلك يعني اللي هو موضوع التفرقة وموضوع العنصرية وموضوع التركيز على واقع الدول المحيطة وتخويف الناس من جانب الأمن والأمان وأنه النظام هو صمام الأمان الوحيد اللي موجود في الأردن لكن كانطلاقة سريعة لموضوع الحراك حقيقة موضوع الفساد أصبح مؤرق للجميع وأنا هون نقطة بدأشير إلها ممكن ما تطرقوا إلها الإخوان اللي هو خطورة الفساد اللي موجود في كل خطورة الفساد الموجود في كل الجوانب ليس فقط على الجانب الفساد الاقتصادي أو الفساد المالي اللي هو مؤثر حقيقي في الشارع وهو مؤثر في الشارع لأنه له أرقام وهذا يؤثر في نفسيات الناس لكن الفساد على الجانب الأخلاقي والجانب السياسي والجانب التربع وكل الجوانب هو أيضا خطير جدا بالنسبة لها موضوع مهم جدا اللي هو مطالب الحراك حقيقة كثير من الفزعات أيضا اللي تستخدم أنه ما زالت الحراكات غير متحدة فيما بينها على المطالب اللي من خلالها تسعى للإصلاح ونعتقد أنه هناك سبع مطالب أصبحت كالمحفوظات عند كل المطالبين بالإصلاح وأصبحت يعني شيء ثابت بالعكس حتى أنه إحنا أصبحنا ننشدها في أنشيدنا وهزيجنا في الشارع ما هي الاختصار؟ بشكل سريع سبعة مطالب توحدت عليها كل الحراكات اللي هي قانون انتخاب عصري يجمع عليه الشعب كامل وحكومة منتخبة من الأغلبية النيابية وتعديلات دستورية مرافقة لمحكمة دستورية ورفع القبضة الأمنية من الحياة المدنية وإعادة الأجهزة الأمنية لدورها الوطني ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة والفصل بين السلطات ومجلس قضاء منتخب وإصلاحات اقتصادية عاجلة يشعر بها المواطن هذه المحفوظات اللي أصبحت خلينا نكتفي بهذا القدر كنت أتكلم عن الواقع ولا في مداخلة أخرى إن شاء الله خلينا بس نعطي فرصة للآخرين لأنه أنت ما تكلمت به جيد تكلمت أنت جزئيا عن التحديات التي تواجهكم وقضية الفزعات وتكلمت عن المطالب السبعة التي يجمع عليها الجميع إذن يعني الحراكات المتحدة فيما بينها على هذا الجانب خير إن شاء الله في مداخل قادم شكرا يزيرا الكلمة الآن للعنصر النسائي الدكتورة ديمة طهبوب الكلمة لك برضو تعريف الدكتورة وبعدين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم دكتورة ديمة طهبوب عضو شورة جبهة العمل الإسلامي وعضو أردنيات من أجل الإصلاح أنا يعني العلم من يومني الطالع أني استمعت للدكتور جهاد الخالدي والدكتور سلطان قبل مداخلتي لأني لا أشاركهم الرؤية الاستبشارية الموجودة عندهم فالحقيقة أنا أعتقد أن النظام الرسمي في الأردن نجح في إيقاف ما يعرف سياسيا بأثر الدومينو اللي هي عندما تسقط قطعة تسقط القطعة التي وراءها أو ما يعرف بالتفاعل العنقودي والشعب أيضا للأسف لم يستخدم الزخم الذي أتاحه الربيع العربي أيضا في إجراء الإصلاحات لأنه فترة السنة والسنة والنصف لو قررناها بما حدث بالدول التي سبقتنا في عملية الإصلاح لوجدناها أنها كانت كافية لإنتاج شيء على واقع الأرض المشاكل التي أرها في الإصلاح ينتهي عندنا أحيانا بفنجان وعطوة كما حصل لفة على المضارب ولفة على العشائر ولفة على شيوخ أوجهاء المخيمات تكتفي وينتهي الإصلاح الأسباب في ذلك متعددة من الأسباب أن الإصلاح أو القيام الحقيقي بأمر ونشاطات الإصلاح ما زال نخبوي يعني مسيرة الجامع الحسيني أصبحت تقليدا تقليدا حتى مفصولا لا يغطيها الإعلام إلا إذا وصلت إلى عدد معين ولا يغطيها لا الإعلام الخارجي ولا الإعلام الداخلي فأصبحت تقليدا لا يلقى اهتمام لا من الداخل ومن الخارج أنا أعتقد وما يتداول في الشارع حقيقة يعني وأسف أني ألجأ لهذا التعبير في ناس بتقول أن ما لم تقوم العشائر برفع أو أن تكون هي الحاضنة والحاملة والرافعة لأمر الإصلاح لن يقوم للإصلاح قائمة في الأردن وهم يعزفون على الأوتار التي ذكرتوها من قضية أردن وفلسطيني وللأسف هي موجودة ويعتقدون أن الوضع في العاصم عمان يشتعل يعني بكلمة قابل للإشتعار فما لم تكن هناك حامية وحافظة من العشائر لن يتم الإصلاح في الأردن كذلك إحنا بنقول إن من إنجازات الإصلاح أن السقوف ارتفعت وماذا لو ارتفعت السقوف وارتفعت الشعارات كل يوم ننزل على الحسين أو كل جمعة من ننزل على الحسيني وبنسمع ما نسمعه من الشعارات التي لا تترك لا رأس النظام ولا أسفل الهرم ولكن يعني كل يبيعرف قولوا ما تقولوا والحكومة تفعل ما تريده كذلك الإرادة السياسية بعد ما رأيناه وما حصل في الأردن أعتقد أن الإرادة السياسية منعدمة في الداخل وفي الخالج خبري الإرادة السياسية كأنك دكتورة يعني فيما ذكرته حتى الآن تلومين القائمين على الحراك نحن نتحمل جزء من اللوم في عدم استخدام الزخم الذي أتاحه لنا الربيع العربي لأن الربيع العربي كمواسم الله سبحانه وتعالى في الأرض لم نستخدمها لم نصعد هذا الحراك كما ينبغي فنحن فقدنا جزء من الزخم في ذلك الوقت والآن بسبب الأوضاع أن الغرب أعطى الضوء الأخضر للأردن بعدم إجراء مجيد من الإصلاحات الحكومة أعلنت أنها ما حصلته من الإصلاحات هو كافي الوضع السوري الذي لم يحسم حتى الآن أيضا معكس على الأردن فهذا كله ألقى بظلال سلبي على الإصلاح الأردني وساهم بعودتنا والانكفاء على الذات لا يزال يأخذ صفة أبوية ولعلكم لاحظتم من تعليقات بعض أسادثتنا أن الإصلاح ما زال الآن تقليدي والمرأة والشباب بالذات غير ممكنين من الصفوف القيادية ومن واقع القرار كذلك الإصلاح قائم على مطالبات نظرية في أغلب الأحيان يعني إحنا كمعارضة لا نطرح برامج تمكننا من أن نقدم البديل للشعب إحنا ما زلنا الآن في صف المعارضة ما عندنا برنامج نقدمه للشعب حتى ننهض كبديل بالمقابل مثلا حزب النهضة قدم بديل قبل ما يصل إلى الحكومة كذلك المصريين قدموا بديل أيضا طرحوا على الشعب حتى أيضا يأخذوا ثقة الشعب فما نحن الآن ما زلنا لم نقدم هذا البديل أخذوا منا مؤسسة كان لها دور كثير في الواقع الاجتماعي وهي مؤسسة جمعية المركز الإسلامي ولم نوجد بديل لهذا الأمر كذلك سلمية الحراك وتقليدية الوسائل ومثالية المطالبات أعتقد أن الحراك بحاجة إلى مراجعة كثير من هذه الأمور لأنه إحنا صح طلاب كرامي كما ذكر بعض الإخوة ولكن العيش بكرامة أيضا وأن المواطن يكون عنده قوت يومه وعنده لتر بنزين وما إلى ذلك هذا أيضا يساهم أنه يرتفع صوته ويطالب بالأكثر من ذلك النجاحات أعتقد ومنها نجاح مثلا نقابة المعلمين كان بسبب ضغط المعلمين وبسبب أيضا الزخم اللي بدلوه والإضرابات وما إلى ذلك ولكن أيضا كان هناك في جو حكومي عام ساعد على إنجاز أو نفاذ مشروع نقابة المعلمين الآن لو كان الوضع وكانت حكومة الطراونة كان ممكن يضرب رأسهم بالحيط وما يعني ما يسأل فيهم حدا فلذلك يعني أنا النقطة اللي بدي أنهي لها أنه الحراك حقيقة بعد سنة ونصف وما زال أسليب وتقليدية أنا يعني عندما أنظر إلى شيخنا الأستاذ سالم الفلاحات أعتقد أنه الأمل ما زال موجود إن شاء الله ولكن إحنا ما زلنا نعمد إلى الوسائل التقليدية المسيرة لن تنفع لأنها لم تنفع في السنة القادمة وإذا جربنا نفس الوسائل التقليدية ونتوقع نتائج جديدة هذا لن يحصل إحنا الآن منطلع على الشوارع لما منطلع على الشوارع الرئيسية بعض المواطنين بيطلعوا لنا في سلاسل بشرية بيطلعوا عليك أنه نحن جاي من المريخ ليش؟ لأنه في ناس في انفصال تام سواء من الطبقات العليا أو من الطبقات السفلة عفوا من الطبقات الدنيا أو الطبقات الفقيرة المشغولة بيقوت يومها فيجب أن يكون هناك مراجعة حقيقية لوسائل الحراك سؤال خلينا نطرح على نفسنا هل نعتقد بتجارب الدول السابقة أنه سلمية الحراك ما زالت ستؤدي إلى نحن إن شاء الله ندعو أن الله سبحانه وتعالى يسلم الشعب الأردني ويسلم جميع ويسلم الأرض الأردنية وكل شيء ولكن هل الصوت العالي يكفي في هذه المرحلة؟ جزاكم الله شكرا جزيلا وكأنني بالأخت ديما الآن توجه النقد إلى داخل هذه المنظومة الحراكية إذا في المداخلات القادمة أحد يحب يعني يؤكد أو يجادل بعكس ذلك برضو يكون جيد يعني المعنى آخر أنه لا نكتفي بأن نتكلم عن التحديات التي من خارجنا ما هي التحديات التي من داخلنا أيضا نتكلم الآن للواء موسى الحديد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلامنا علميا يأتي التعريف لو صمحت اللواء المتقاعد موسى الحديد من مكتب التنفيذي للملكية الدستورية كلامنا علميا يأتي تحت ماذا ولماذا وكيف ومتى وبأية قوة أو ما هو كائن وما يجب أن يكون بعد الشكر للقائمين على هذه الندوة أقول أنني لست متشائما لأن أدواتنا هي الشعب والشعب بحاجة إلى نخب سياسية تكون رأي عام يلتف حولها الشعب ومن ثم يتم الإصلاح الشامل والكامل وما تحقق لغاية الآن لسنا راضيين عنه ولكن ما هو إلا بدايات وهذا مخاب جاء الإصلاح في الأردن لأن هناك فساد والفساد حقيقة كبير وكبير جدا ومنذ تأسيس المملكة الفساد كان مؤسسي وتاريخي وارتكز على سايكس بيكو والتي أصبح الأردن من خلالها دولة وظيفية تؤدي دور محلي وإقليمي ودولي ينسجم ومصالح النظام وقوى الإقليم والقوى الدولية وليس للمصالح الشعبية وجاء الدستور الأردني ليكرس ذلك ويضع الملك في بداية وأطلق يد الملك في كل عمل ولذلك نقول أن الدستور الأردني الآن يساوي جملة واحدة أن الملك يفعل ما يحلو له المطالبة بالإصلاح جاءت كضرورة وليس ترفا لأن الأردن يتعرض لخطر وجودي من ثنائية وهي الفساد والخطر الصهيوني والخطر الصهيوني يوظف الأردن كمنطقة عازلة وحتى من بداية نشوء الدولة وحتى عام 1994 ومن ثم أضاف بعد آخر وهو موطئ قدم بعد اتفاقية وادي عربة ومن ثم وطن بديل بعد مقولة إلداد عام 2008 ومن ثم جزء من إسرائيل بعد اختراق مجموعة من المستوطنين إلى النهر ومكوثهم مدة ليلة شرقي النهر ليؤسسوا مستعمرة شرقية للنهر الفساد والخطر الصهيوني يعمل بشكل ثني وما كان للمشروع الصهيوني أن يحقق ما حقق لو لا الخطر الداخلي والفساد طال كل مفاصل الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا ودفاعيا وحتى تستطيع أن تضع قوائم كبيرة جدا تحت عنوان الفساد ومواقع الفساد القوى الإصلاح كان أمامها بدائل حقيقة والبدائل هذه تتمحور حول ثلاث مطالب المطالب الأول وهو التغيير الجذري والمطالب الثاني إصلاح في بنية النظام ليتحول إلى نظام ديمقراطي مع بلقاء النظام الملكي أي ما يعني الملكية الدستورية والمطالب الآخر وهو إجراء تغييرات إصلاحية شكلية بسيطة لا تحقق المطلب الشعبي الأساسي والرئيسي وهو إعادة السلطة للشعب المطالب الأساسية والرئيسية أنتم مع الخيار الثاني نحن مطلب للخيار الثاني وهو الملكية الدستورية وأنا بين يدي وثيقة وهذه الوثيقة عمرها من عام 2005 وخمسة وكانت في 15 آذار 2005 والملك يعترف ويقول أنني لست ضد الملكية الدستورية ولكن وضع الكرة في ملعب الشعب أن الشعب لغاية الآن غير قادر على إدارة نفسه وبالتالي هو يريد أن يدير الأمور حتى يتأهل الشعب حسب رأيه ويستطيع إدارة نفسه مطالبنا الرئيسية طيب بس أسألك سؤال أظن يراود البعض إلى أي مدى هذه الفكرة مقبولة لدى جماهير الناس في الأردن حقيقة انطلقت فكرة الملكية الدستورية من خلال دراسة بعض الأخوة للدستور الأردني والتي قالوا فيها أنه لا يمكن أن تتم إصلاحات مدامة الدستور يمنح الملك هذه الصلاحيات كل شيء بيده كل شيء بيده ذلك لا يمكن وأصبحت الآن الآلاف حقيقة على مواقع متعددة تؤيد الملكية الدستورية ومن كان يحارب الملكية الدستورية ويقول أنها مستورد أمريكي وكذا الأخير أنا رأيته في يوم من الأيام يحمل لافتة مكتوب عليها الملكية الدستورية لذلك أصبحت حقيقة وهي حتى إن أردنا أن نجزئها هي بعض المطالب التي أعلنها لقوان لذلك المطلب الرئيسي والأساسي لا نريد أن نخزمه نعم تحت محرم اجتماعي أردني وهو مطلب الفقر والبطالة وأن الناس جياع وأننا يعني عشاق لقم وكذا الأخر الأردن والأردنيين مروا بمرارة الجوع والفقر والبطالة أكثر من ما مرنا فيه الآن ولكن تجرعوها لأن هناك كرامة كان هناك ما اسمه ماء الكرامة تجرعوا الفقر والبطالة معه لكن الآن لما حرمنا كرامتنا والدولة أصبحت الآن عبارة عن مؤسسة خاصة ومزرعة خاصة الآن لم نستطع تجرع هذا الألم ولذلك قلنا أن مطلبنا الأساسي والرئيسي هي الحفاظ على ثلاثية القيم الإنسانية الحرية العدالة الكرامة والكرامة الشاملة تعني من الألف إلى الياء والتي ارتقت مكانها ثلاثية الفساد وهي السلطة والمال والإعلام الفاسد لذلك مطالبنا باختصار قضيتنا قضية قيمية وجدانية تتعلق بثلاثية القيم التي ذكرتها وحتى نترجمها نقول إجراء تعديلات دستورية جذرية تعيد الصلاحيات لصاحبها لصاحب الحق الرئيسي وهو الشعب ممثلا بمؤسساته الدستورية أن ينأ الملك بنفسه عن ممارسة السلطة التنفيذية نحن في القرن الواحد وعشرين وما عاد نبو خذنصر ينفع ولا حمورابي ينفع نحن بدنا مؤسسات دستورية هي التي تدير البلد وهي المسؤولة عن القرار لأن حقيقة سيادة الدولة مست والقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني أصبح مرهون لقوة ومراكز قوة داخلية فاسدة وإقليمية من ضمنها تل أبيب ودولية على رأسها واشنطن اثنين أن ينأ الملك بنفسه كما قلت عن ممارسة السلطة التنفيذية وأن لا يكون رئيسا لأي سلطة وإنما رمزا للدولة فقط وهذا الحقيق تتفق عليه الدول الديمقراطية الراقية فيجب أن يرضى الملك بهذا ويجب أن يعلن الملكية الدستورية في وقت قريب إن شاء الله أيضا حكومة برلمانية منتخبة والانتهاء من قضية التعيينات لأن التعيينات رهنت ما هم معينين وبدل أن يكونوا رجال دولة أصبحوا موظفين والموظف لا يملك إلا أن ينفذ قرار سيده أيضا مجلس أمة بشقيه منتخب وسيدا لنفسه استعادة أراضي الدولة ومؤسسات الدولة وأموال الدولة المنهوبة ومحاكمة كل من اعتدى على أموال الدولة تلازم ثنائية السلطة والمحاسبة أن تبقى الأجهزة الأمنية حامية للدولة وليس للنظام وأن يستشعر الأردني تحظل هذه الأنظمة بالأمن والإطمئنان وهو يطالب بالإصلاح ننهي جميل تين إلى إذا طيب يلا تفضل أقول الآن المعروف أن الملك هو الفاعل الرئيسي وقد يكون الوحيد لغاية الآن هذا الملك تم وضع في حيرة من قبل قول الفساد مراكز الفساد الداخلية والخارجية وخيروه يعني قالوا لأن تترك صلاحياتك هذه كلها هذه مشكلة كبيرة جدا وجريمة وأن تذهب إلى إعطاء كل الصلاحيات للمؤسسات الدستورية وأوعزيمته إقليميا بالأموال التي تدفع من دول الخليج وما بين الدول الخارجية التي جعلت الأردن سابقا كدولة وظيفية في المنطقة أيضا أسهم في هذا الحكي إخواننا في الحراقات السياسية باختلافهم على مطالبهم أنا أقول مطلب الأسر أنا أقول ما فيش ملوك داخل الأردن إلا ملكه أحد وهو الآن لا توجد عنده رغبة في الإصلاح رغبة الإصلاح غير موجودة ومتمترس خلف صلاحياته التي موجودة في الدستور لذلك يجب أن تتركز مطالبنا الأساسية والرئيسية حول الإجراء التعديلات الدستورية التي تنقل الصلاحيات إلى الشعب نحن في الملكية الدستورية عملنا عدة نقاط إذا أردت بسرعة أنا أذكرها تم تشكيل مكتب تنفيذي الملكية الدستورية في سبع عشرين سنة ألفين ودعش رغم أنه العمل كان سابق أطلقنا بيان حول مطالبنا لتحقيق الملكية الدستورية أنا أظن أنه دقيق أقل من مستقبل نشر هذا البيان وجهنا رسالة إلى الملك نطالب بها في الإصلاحات الملك ألقى خطاب بعدها مباشرة بثمانية وأربعين ساعة قمنا بإرسال رسالة تعليق على الخطاب الملكي وطالبنا فيه بالإصلاحات وأن هذه الإصلاحات التي ذكرها في خطابه لا تكفي ولا ترقى لمستوى مطالب الشعب الأردني الكريم الذي يطالب بالكرمة أيضا بتاريخ سبع عشرين خمسة طالبنا بتوحيد بتوحيد خطاب الإصلاح الخطاب السياسي للإصلاح وأرجو أن نكون متفقين عليه وهذا البيان حقيقة هو منشور على كافة المواقع المختلفة وجزاك الله كل خير وآسف للإطالة هو الكلام كله جميل بس المشكلة أنه مش حتسع الوقت لأخذ جميع المداخلات مين المتداخل الآن؟ دكتور عبد الرزاق بنيهاني فضل بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي عبد الرزاق بنيهاني أستاذ جامعة عشرين سنة أمين عام وزارة التخطيط أربع سنوات عضو مجلس هيئة مكافحة ثلاث سابقا لست جائعا لست جائعا وثرت من أجل الكرامة الآن بدي أنا بسمك إن شاء الله أسجل الشكر جزيل لكل المداخلات لأنه والله لم أسمع شططا أبدا للأمانة إنه كل المراحلات وأخيرا الباشا ما قصر أنا بدي أخرج عن المألوف بعد إذنكم جميعا وأزعم أننا لا نعيش في دولة ولا في وطن لأن هناك مقومات للوطن مقومات جوهرية وفي إجراءات شكلية أو مقومات شكلية هذان الشرطان أو هذه الشروط شروط شكلية وجوهرية ليست موجودة أبدا ألبتة في حال في المملكة الورديون هاشمية وعندي شواهد لأن أنا بحكي من قلب الحدث وكتب السلسل رئيسة الزراء لمدة سنتين وبعرف ماذا يجري في أرويقة الدولة المزعومة بدي أذكر بعض الملاحظات بعد إذنكم وبنهم بتستدلوا على اللي بحكي أنا أو على اللي بزعم بيوم الأيام طلب مني إن أذهب رئيس وفد بحكي أنا رئيس وفد إلى ما يسمى بالأد هوك ليزون كوميتي باليابان وكان الله يرحم وياسر عرفات موجود وكان شمعين بيرز موجود وكان سلام فياض الآن رئيس وزراء فلسطين موجود هناك الله يرحمنا جميعا المهم عندما ذهبت إلى وزير خارجي في تلك الأثناء قلت له أنا رئيس وفد بس أرجو أن تخبرني وتعلم وتعطيني بعض الوثائق التي أستند إليها حتى أستطيع أن أفاوض فقل لي يا عبد الرزاق روح دبر حالك هاي واحدة من الشواهد والإرحاصات التي يهابت مهم دبرت حالك ولا لا والله يعني ربي يسر أمري لذلك أقصوني بعد ما رجي المهم واحد من الأشياء بس هيك خلني أعطي بس إضاءات بعدين يعني نتفق على المضمون واحد من الأشياء الثانية بذهب إلى مكتب نائب من النواب طرب من مساعدة كأمين على التخطيط وكانت طبعا رئيس وزراء بشكل حكومته في تلك الأثناء في تلك اللحظة ففت على النائب كيفك سعادت النائب المهم وأنه جاي تلفون على الموبايل قالوا مرحبا كذا أبصر شو قالوا ايه والله هايو عندي مين طلع واحد واحد سبقني بالزيارة كان رئيس قس أو يحلم بأن يكون رئيسا لقسما في الجامعة يا أخوان يعني رايح أنه يشكي عند النائب نائب منطقته بقوله أنه يعني أنه ظلمني العميد ما ونسبش بإسمي كذا كذا فلما إجا التلفون قل له هايو عندي فلان صار وزير صار وزير في تلك اللحظة فالطلع هايو واحدة يعني إرحاصة ثانية من مقومات الدولة واحدة ثالثة عندما كنت أمينة عن وزارة التخطيط كنت أفاوض البنك الدولي على القروض اللي معها يا إخوان حصلنا على قروض على الأقل خلال الأربع سنة قاعدنا 250 مليون دينار بدون يمين وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام الله يا ومرقيانا بأن الميتين وخمسين مليون دينار ذهبت أدراج الرياح ولم يستفد منها المواطن الأردني ولا القطاعات التي أخذت القروض من أجلها في الزراعة والصحة والتعليم وكذا الآن الباشا والإخوان ما قصروا الفساد يستشري في كل الأجهزة التربية والتعليم فيها فساد التعليم العالي فاسد القضاء فاسد التشريع فاسد مجلس نواب مزور حتى النقاع باعتراف مدير مخابرات سابق وباعتراف بعض الأعضاء آخرهم عبداللنسور قال أنا عند الوثاة فلما يعني واحد من النواب شتمني بقول لي أنك أنت بتحكي عن النواب بقولوا يعني أنتوا أنتوا بقولوا عن حالكم أنتوا مزورين في هذا جواب تعرف شو التحدي الوحيد أنك تصنع دولة تبني دولة من أول لآخر ما في دولة دولة تعتمد على شخص واحد اسمه الملك بهذه الصلاحيات صلاحيات لويس الثالث عشر أنه أنا الدولة والدولة أنا بيجيب رئيس الوزراء إخوان رئيس الوزراء عبارة عن موظف بين قوسين تأخذوا ليش ستات المحترمات موظف هامل لا قيمة له يتاجر بالكرسي الكرسي عنده أحسن من ربنا فذلك هذه الدولة غير موجودة إلا بأدهان الواهمين هلأ التحدي الكبير أنه نصنع دولة إحنا حقيقية يعني بسميها ما سات دك خليها مملكة أوردنيها شي بيامية مرحبا المهم أنه يكون الشعب على الأقل عنده الحد الأدنى من الكرامة استعبدونا يا إخوان إحنا الكرسي صار لما واحد يستقين وظيفته انتقاما لكرامته وكرامته المواطنية يبصروا عنه هذا هو الفاسد وبطلع ما هو السبيل إلى ذلك إذا كان الحل هو أن نؤسس لدولة مؤسسات لأنه الوضع الحالي خربان تماما ما هو السبيل السبيل يا سيد العزيز حكاها بجوز الدكتور جهاد الآن كل واحد منا يشعر بأنه من الرعاية وليس مواطن إذا عطيتني بس نص دقيقة استرسل بهذه التجربة اللي أنا شاركت فيها كتجربة علمية إذا سمحت نص دقيقة يا الله مقدور عليها يا سيد العزيز في تجربة قامت بها وكاتل الولايات المتحدة للمساعدات الـ USAID تعرفوها كلكو بجزء أن يسمعوا بعض الإخوان هذه المقولة بيني بس دورة تذكرها لأنها إلها معنى عميق في أذهاننا جميعا هذه التجربة أجريت في عند القبائل هنود الحمر بالبيرو أجريت بلوس أنجلوس كالفورنيا كمدينة في دولة صناعية أجريت بباريس بدولة غربية صناعية أجريت بجاكارتا بدولة نامية وأجريت في الأردن نيابة عن دول الشرق الأوسط تركيا سوريا لبنان الأردن فلسطين ومصر لكن أكثر العينة كانت من الأردنيين العينة 150 بمجموعة و50 آخرين بمجموعة أخرى اللهم صلى الله عليه سيدنا محمد كل 50 ما يعرفوا عن 50 الثانيات أعطونا فلوس بمعنى عبد الرزاق الآن مقابل له شخص في المجموعة الأخرى بقول له بدك تعرض جزء من هالمئة دولار على نظيرك في المجموعة الأخرى لكن لا تعرف أنت من هو لكن تعرف أنه بوجوده فقط لا غير الآن إذا قبل بالعرض اللي أنت قدمته له فهو يأخذ فعلا يأخذ المبلغ وأنت تحتفظ بما تبقى متوسط العرض عند الهنود الحمر يا إخوان كان 50-50 يعني كان الهند الأحمر في البيرو يعرض 50% من النعم الربانية اللي يجته فعلا نسموها انداومت باللغة الإنجليزية بكاليفونيا كانت 50% عند الاندونيسيين اللي إحنا مستعبدين نسوانهم هنا جاريات بيشتغلوا عن أهالينا 50% بالأردن كانت 32% وكان متوسط الرفض عند هذه المجتمعات الأخرى 20% يعني إذا كان العرض أقل من 20% يرفض ثقائيا كان 5% ماذا استنتج الأمريكيون من هذه التجربة؟ بأن الذي لا يرضى أن يشاركك بمورده الإفصادي ليس مستعدا أن يشاركك سياسيا وبالتالي هذا الشعب الرعاية ليست مستعدة لأن تتقبل الديمقراطية وتقبل الاستبداد وتعبد الاستبداد لذلك عفكرة لما بطلع مجموعة شاذة بين قوسين 3040 واحد بقولوا يا عمي احنا بدنا حرية وبدنا ملكية دستورية بطلع لك عشر تلاف سحيج بيقول لك لا يا عمي وبتلاقي السحيجة جياع وأبناء كهوف وماشيين وراء الحمير والجهاشي أخوان نحكيها بصراحة يعني احنا فبدك بناء دولي والله يا إخوان أنا للأمانة كأنه سمعت أغاني كثير أطربت إذني وقلبي للي سمعته لكن لا تعتقدوا بأن المشوار هيا المشوار بده تضحيات بدك سجن وبدك دم وبدك هذا حتى تحقق المرأة وإن شاء الله ربنا بوفقنا جميعا يعني هذا بيّن أنه حجم التحدي أكبر بكثير مما كنا نظن يعني أنت مش بس بدك شعب بمعنى آخر من المداخلين سلام عليكم ورحمة الله دائما أنا بقول أصعب شيء أن تتحدث بعد أن يتحدث الأهل الاختصاص والجهابي ممكن تعريف قبل الحديث سخاء المجالي أردنيات من أجل إصلاح حقيقة لماذا أردنيات من أجل إصلاح لماذا أنا في أردنيات من أجل إصلاح أنا طوال عمري أعمل في العمل التربوي والعمل العام لكن ليس العمل السياسي لكن ما حدث في الآونة الأخيرة بيّن لنا أنه لا فارق بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي الخطوط كلها متداخل على بعضها البعض لماذا أنا في أردنيات من أجل إصلاح لست جائعة كما قال الأستاذ ولا تنقصني الكرامة الشخصية لكني أرى أن المرأة في الأردن لازالت مهمشة وأعلق على كلام أستاذ فارس أنت ابن البادية وأنت تعلم أن المرأة البدوية صاحبة قرار طوال عمرها زوجها يخرج ويغادر البيت وتبقى أشهر صاحبة قرار تصون نفسها وتصون بيتها وتطعم ضيفها وتذبح ذبيحتها فالمرأة الأردنية صاحبة قرار هم الذين مسخوها وصنعوا منها مجرد أنثى المرأة ليست أنثى فقط المرأة جزء من كيانها أنها أنثى والجزء الآخر أنها إنسان كامل ولذلك أنا في أردنيات من أجل الإصلاح ولو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال ما احترامي كلكو أخواني وأساتدتي وأنا بين أيديكم كالطالب حقيقة هناك إعاقة لجهود الإصلاح نعم أبرزها الفاسدين اللي دمروا البلد ونهبوا خزينته وضعوا أيديهم على أرضه ومقدراتهم وما إلى ذلك أبرزها نظام الصوت الواحد اللي دمر البلد ووضعها في أسفل سافلين أبرزها هذه الثلة الحاكمة بل الطغمة الحاكمة ولا أقول ثلة هذه الطغمة الحاكمة الذين يتوارثون المناصب كابراً عن كابر فليس في الأردن إلا هدول العشرين فلان نسيب فلان وفلان ابن فلان وفلان أبو فلان فقط تحدثت عن أسباب الفساد نعم لكني أقول دائماً رأس النظام يتحدث عن رغبة الأكيد بالإصلاح وأنها قرار لا رجعت عنه وأنه كان يفكر بالإصلاح قبل الربيع العربي نعم ولكن على أرض الواقع هل يدعم رأس النظام الإصلاح؟ أم يريدون الإصلاح بالطريقة التي يريدونها ببصمة حكومية مدموغة منهم؟ هذا الإصلاح الذي يريدونه إذن إن سلمنا أنك تريد الإصلاح أيها الملك هل هو الإصلاح الذي يطالب به ابن الكرك وابن الطفيلة وابن ذيبان وابن إربد؟ هل هو الإصلاح الذي يطالب فيه زيارة يا أخواني أهل عمان؟ زيارة للجنوب وزيارة للشمال لتعلموا أن الشعب الأردني أصبح الآن كالهنود الحمر يطالب بأحقيته في بلاده إذن المشكلة بإرادة الملك أن يبقى هو محور كل شيء في المملكة نعم ابتداء أخواني الكرام من سكن كريم ومرورا بالمكارم والأعطيات وانتهاء بالبعثات والمعالجات الطبية والامتيازات لرتب الجيش العالية فهو صاحب الفضل فليس لك حق إنما هي حقوق أو عفوا مكارم تمنح لك نسبة قليلة من الأردن لا تتجاوز يمكن 12% تتحكم بقوة بقية الشعب الأردني ونحن نعمل رعاية في الأردن وندفع من الضرائب حتى نخدم فلان وفلانة والست وزبانيتها نعم إحنا نعمل لأجلهم رفض المشاركة الحزبية أختم رفض المشاركة الحزبية في الأردن هذا الحزب كبير لكنه حزب له أجندة خارجية فديروا بالكم منه وهذه الأحزاب صغيرة ليس لها تجربة فكيف من الممكن أن تستلم حكم وما إلى ذلك إذن انبعدنا وانيربنا الموضوع برأس الحرم فكيف يمكن أن يغير رأيه الإجابة عندكم وشكرا لكم هذا سقفة التحديات بيرتفع مداخلة بعد مداخلة الله يستر دكتور سليمان الشياب كلمة لك بسم الله الرحمن الرحيم دكتور سليمان الشياب أستاذ في جامعة العلوم الإسلامية قسم الاقتصاد والعلوم المالي والمصرفية تلميذي دكتور عبد الرزاق بنيهاني فرح أحكي ولو سمحتولي تجربة بغيران على حكي أستاذنا حقيقة عندما بدأنا في البيوت المغلقة بالتفكير بالإصلاح في حي طفائلة وأنا أحد أبناء حي طفائلة أرسلت الحكومة لنا مجموعة ما يسمى بفرسان التغيير للاتقاء معنا لا أدري لحسن حظهم لسوء حظهم أنه القائم على الموضوع تصل فيها من أبناء الحي فقال لي دكتور ضروري تحضر فدخلت كانت الجلسة بدأت الساعة خمسة فالله عن الصلاة المغرب وأنا ما حكيت بعد المغرب قلت له ما عليش بدي أحكي طبعا كانوا جايين يتكلموا عن هموم الحي ومطالب الحي وما إلى ذلك فأجبتم قلت لهم فيما يخص الحي هو جزء من عمان الشرقية جزء من عمان جزء من الأردن وبالتالي ما يعانيه الحي هو ما يعانيه الأردن قاطبة وأبناء الأردن قاطبة والسبب ما وصلنا إليه هو السشراء الفساد ووصوله إلى كل مفصل من مفاصل الدولة الأردنية وكان وقتها التحرك في تونس وكان زين العبدين خرج قلت لهم إذا أردتم أن يحصل في الأردن ما حصل في تونس فنسير وإما أن يكون هناك إصلاحة طبعاً لما بدوا الحديث قالوا إحنا راح نقعد معكم لساعة 12 بالليل كانت مداخلتي لما أنهيت المداخل قالوا بهذا القدر كفاية على ستة ونص أنهو الجلس كان نعود إلى موضوعنا فيما يخص التحديات إخواني التحديات التي تواجه الإصلاح هي قد يكون نفسها الأسباب التي أدت إلى ظهور الحراق الفساد أي بمعنى الفاسدين هم أحد التحديات التي تواجهنا والمتمثلة في دارة المخابرات العامة والديواني الملكي والذين أفرز حكومات ومجلس نواب وهذه الحكومات والسلطة الشريعية والسلطة النفذية أنا أعتبرهم أذرع للمخابرات والديواني الملكي وهم يقومون مقام هاتين الدائرتين بما يقومون والدليل ما حصل البارحة في مجلس النواب الآن بطلة الأجهزة الأمنية تضرب؟ لا في النواب صاروا يضربوا بطلة مش عارف إيش؟ بالتالي هذا شيء ممنهج فيه النظام التف على الإصلاح وأصبح يخلق ولااءات فيما يخص تقسيم المجتمع الأردني وهذا طبعا من تسعين سنة تقسيم المجتمع الأردني بين الأردني وفلسطين وشمالي وجروب ما إلى ذلك الولاء في الأردن يجب أن يفهم النظام أن الولاء ليس ولاء حقيقياً إنما هو ولاء نتيجة الخوف من الطرف الآخر أنا عندي ولاء قد يكون هناك ولاء حقيقي لا ننكر نظام عمره تسعين سنة إليه ولاء حقيقي موجود لكن نحن نتكلم بشكل عام الفلسطيني وأكره أن أتكلم بهذا اللهج لكن نتكلم عن واقع نحن نشخص واقع يقول لا أريد إصلاحاً أو بعض الذين من الإخوان الفلسطيني يقول لا نريد إصلاحاً حتى لا يأتي واحد أردني ابن عشائري بن حمال مش عارفه راح يذبحنا الأردن يقول لك أنا ما بدي إصلاح خوف ما يجي واحد فلسطيني وبعدين إحنا نضيع وبالتالي أصبح هناك ولاء ناتجاً عن الخوف من الآخر وليس هذا الأصل أن يكون هناك ولا حقيقي للوطن ولا أن الله وانتماء للوطن يقوم أن يقوم هذا الوطن على قوانين نظمة للحياة بمعنى أن يكون هناك مؤسسية والمؤسسية غائبة عندنا في الأردن حتى في قراراتنا حتى في كل شيء للأسف أنها عبارة عن فزعات وارتجار من التحديات التي تواجه الحراك هو أن المجتمع جزء منه لا زال غير مستوعب لثقافة الحراك وبالتالي على الحراكيين كما ذكر الدكتورة ديما أن يغيروا من نهجهم وأن يكون لديهم جزء من نشاطهم هو التوعية الحقيقية للمجتمع وأن نصل إلى المؤسسية وبالتالي لا يكون هناك خوف منه الدراسة التي نشرت قبل أيام كانت على ثلاثمائة شخص تقول أن سبب الحراك هو الجوع يمكن لو عملنا دراسة حقيقة للناس اللي بخرجوا في الحراك هم يعني في معظمهم من الناس اللي وضعهم المادة مقطين وضعهم المادة ما عندهم مشكلة اللي دخل المادة ضعيف كبير منهم لا ليس لديه الجرى أن يخرج في الحراك لأنه ثاني يوم رح في صلوم الشغل وبالتالي هذه الدراسة أنا علقت عليها حقيقة لما صدرت قبل أيام فلابد من الإعادة إعادة النظر في آلية الحراك حتى نستطيع الوصول إلى النتائج المجوعة شكرا لكم شكرا جزيلا بقي لنا دقائق محدودة نأخذ فيها المداخل الأخيرة في هذه الحلقة في دقيقتين ونصف السلام الرحمن الرحيم أنا الدكتور هاي العجارمة من حركة أمناء العجارمة للنصلاح عضو أتلاف العشار الأردنية للنصلاح أعتقد أن الحراك الإصلاحي في الأردن في الوقت الحالي باته يشكل ضرورة للوقوف في وجه مخطط تآمري يحاول جرى البلاد وحالة من تعميق حالة الفساد والاستبداد قد تقوض أركان الدولة الأردنية كاملة أركان دولة الأردنية كاملة من نظام وشعب الحالة الحراك تشكل ضمانة لاستقرار للوقوف في وجه هذا المخطط بعكس الفكرة التي تحاول الترويج لها بعض الأجهزة الأمنية بأن الحراك الإصلاحي قد يقود الأردن نحو الفوضى هذه فكرة مرفوضة تماما سلمية الحراك أعتقد أن الحراك أثبت مستوى عالي من الوعي السياسي قد يفوق الوعي التي تحاول أطراف الأخرى إبداؤه وكلنا يعلم حالات الاعتداءات الكثيرة التي تعرض لها الحراك في سلحوب في جميم في دول رابع بالنسبة للحركات العشائرية أعتقد أن الحراكات العشائرية هي أكثر حراكات إصلاحية محاربة من الأجهزة الأمنية وتمارس عليها ضغوط بشتى الوسائل والطرق يعني وسائل قد تكون مشروعة وسائل غير مشروعة الحراكات العشائرية حراكات وطنية تمثل شريحة من المجتمع الأردني وقد تكون العشائر تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية ومهمشة سياسيا أكثر من باقي مكونات المجتمع الأردني هناك بعض الشخصيات العشائرية مستفيدة من الوضع القائم حاليا وبالتالي هي تحاول أن توصل للنظام فكرة وهي أن لا يوجد ربط بين العشائر والإصلاح يخاف أن يصل للنظام فكرة أن العشائر والإصلاح كلمتين متلازمتين لأن هذا التلازم قد يشكل تقويض للمكاسب التي حققوها خلال الفترات السابقة العشائر الأردنية لا تحمي الفاسدين العشائر الأردنية مستعدة للوقوف في وجه أبنائها إذا كانوا ضمن منظومة الفساد لن نقبل بهم أن يكونوا جزء من المرحلة المقبلة الحراكات العشائرية نعترف أنها انطلقت متأخرة ولكنها انطلقت بسرعة وقد تكون تجاوزت الكثير من الأحزاب التاريخية وخصوصا في مستوى السقوف التي تتحدث عنه في شغلة تاريخية بس أنا أحب أذكرها لأن الدكتور فارس الفائز حكي عنها بس باختصار وننجي فيما يخص ثورة البلقاء ثورة البلقاء كون أنا من عشيرة شاركت في هذه الثورة وفقدت تقريبا عشرة من رجالها ثورة البلقاء عقدت مؤتمر في قرية أوم البساتين يا أخوان عام 1923 قبل الثورة بشهرين هذا المؤتمر خرج بتوصيات أنا أريد منكم أن تنتبهوا لهذه التوصيات التوصية الأولى الحد من سلطات الأمير هذا الحكي عام 1923 التوصية الثانية إشراك أهل البلاد في الحكم التوصية الثالثة حل مشكلة الوظائف في البلد هذه التوصيات خرجت في شهر نيسان عام 1923 وبعدها في شهرين في شهر ستة 1923 كانت ثورة البلقاء وخسرت العشائر خيرة أبنائها كان منهم الشهيد صايل الشوان العجارمة قابل دبابات الإنجليزية أخوان دبابات الإنجليزية كانت تحمي النظام عام 1923 قابلهم بالسيف وهو على ظهر الخيل واستشهد وترك في أرض المعركة لم يجد من يدفنوا إلا بعض الأخوة الشركة السكان صويلح قاموا بدفن ولا يعرف للآن وأينه مدفون نقطة ثانية أحبت أشير لها لا أريد من الأخوان يتفائلوا كثيرا بالزج برؤساء المخابرات السابقين بالسجن لأن هذا الزج ليس جزء من عملية إصلاحية الزج هو جزء من تصفية حسابات بين بعض مراكز القوة داخل النظام الأردني يعني محمد الذهب شكل حالة معينة داخل النظام الأردني جوبه من مركز قوة ثاني أقوى منه وبالتالي مركز القوة الثاني كان أقوى منه وزج يعني النظام ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد أوهم الناس بأنه هذا جزء من عملية إصلاحية وبنفس الوقت تخلص من شخص قد يمثل عقبة إلو في تنفيذ مخطط أكبر منه ومن الإصلاحيين فيما يخص الحراك أعتقد أن الحراكة تحمل جزء كبير من المسؤولية الحراكة الآن في الساحة المحلية تكون من مكونين أنا برأي الحركة الإسلامية وباقي الحراكات الحراكات العشائرية والحراكات الإصلاحية أقولها بصراحة للحركة الإسلامية هذه الحراكات بحاجة لخطاب ضمانات من الحركة الإسلامية أنا شخصيا أثق في الحركة الإسلامية ولكن أقول أن في الحركات العشائرية وحركات الإصلاحية يقولوا أن الحركة الإسلامية عين على الشارع وعين على النظام وأينما تحقق المكاسب هم على استعداد للتحالف هكذا يقال وهذه مشكلة رئيسية وحاول النظام ترسيخها والنظام هو المستفيد الأول منها أنا أرجو للأخوان في الحركة الإسلامية أن يكون خطابهم خطاب ضمانات باتجاه الحركات الإصلاحية والحركات العشائرية بأننا شركاء في الهم الوطني وشكرا شكرا جزيلا بعد أن انتهى وقت هذه الحلقة لدينا مزيد من الفرصة في الحلقة القادمة إن شاء الله تكلمنا في هذه الحلقة عن التحديات والمعيقات والحقيقة أن التحديات أكبر بكثير مما كنت أظن نرجو أن تتابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا